السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته العزائي والله المختبرات المستوى الثاني لنا اللقاء قديد اليوم مع موضوع قديل في انفكترولوجيا القرام نيكيتف رود موضوعنا اليوم هو لكوباكتر بيدول لكوباكتر بيدول او المعروفة بحلزونية المعيدة جاينس هلوكوباكتر جاينس هلوكوباكتر سبيشيز هلوكوباكتر بيرولي سبيريالشيبس جرام نيكيتف أنزمي برشوباكتر حسنا من سبيشيبس عصوية غيره جاينس البكتيريا جراينس جاينس جاينس أزمية عصوية ذات أصوات طاردية ذات أصوات طاردية في أحد الأطراب فقط طارين عند سنجربولار ملفي فلاقلة ملفي فلاقلة وفتفي موكويل يعني شديدة الهركة الأصوات طاردية تقادية للقارب للسباب أو العوم في البحار والأنهار أصوات طاردية في الأطراب والأطراب أصوات طاردية التهاب المعدة ويتسبب قرحة المعدة وقد تقوم برحالة إلى سرطان كما كشفها العلم الحديث كذلك ممكن تسبب قرحة في الاثنى عشر المعدة بقبيعة وما تردد بكتيريا ويقوم بسرطان بها بالتعامل بزرطان فتح في المعدة تقوم بجبدية أصوات طاردية بعد المعدة عند غزوها بدار المعدة مفرزيزة الزوم بسمه فاق تدسي تقريبا إن بالمئن المصابين بالعدوى تظهر عليهم علامات الإصابة يمكن التعرف على البكتيريا في المختبر بأنها ممتاز قتل تقريبا الإسرائيز وسيكون وبروتينيز كذلك مستخدم البروتين Diagnosis of H-mallory تشخيص التكتيب بلوتس فرده بريزنس of H-mallory antibodies ممكن أخذ عينة من الدم للتهدي عن أجساء مضادة مضادة الـ H-mallory وطريقة سهلة لكنها أقل إدتكامل التحري عن وجود الانتجين الطريقة الثانية التي تشخيصها هي وجود يريز بريث تست يمكن الكشف عن وجود علامات إنتاج اليوريا بواسطة هواء الزهير والطريقة سهلة وضع كاشف عن الباب ثم ينبخ كوجود اليوريا في المعدة يمكن أن تصاعد منها مواد تغير الكاشف فيمكن معرفة وجود البكتيريا هي المنتقة لذلك المركب طريقة سهلة لذلك 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 وكشف المباشر عن وجود البكتيريا في عينها من القراز إذ أنها تخرج مع الفضلات بعد مرور الطعام في المعدة والإثناثر وقثار البكتيريا مع محتويات الفضلات ويمكن الكشف عنها قائل جسم الإنسان وهي الأكثر دقة هي الأكثر دقة في الكشف عن هيلوكوباكتر بي كما يمكن الكشف عن البكتيريا بواسطة البلوسي خزعة خزعة من القرحة الموجودة في قدار المعدة ودراستها هستو باثلوجي دراستها هستو باثلوجي أنسي قامري ضائق كما يمكن تزريع البكتيريا في المعمل بأهل عينة من البراز ويأخذ نمو البكتيريا على وسط خاص عند درجة 37 درجة من 3 إلى 6 أيام بطيئة الممو وهذا الوسط مثل سكيرو ميديا والذانكوميسين بوليوكسين بي و نالديكسك أصد بطيئة بطيئة الممو 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 تنتج مستعمرات شفافة على هذا المضاف إليه باغ المضاف الحيوية والتي تعمل على تثبيت البكتيريا المرافقة لها في عينا البراز البكتيريا التي تقض في الغراز يمكن تثبيتها بإضافة البنكوميسين بوليوكسين بي النالديكسك أصد كبير من البكتيريا يمكن أن تنقض في عينا الغراز فهذه الأدوية تعمل على قدها ومنع نموها فبالتالي تنمو الهج مليوري على هذا الوسط مستعمرات شفافة على سطح الوسط يقدر من 1 إلى 2 مليمتر في القطر في القطر رئيس إذن تريتم كيف يمكن أن نعالج الهج مليوري أو نتحكم بها مليوري هي مقاومة كبير من المضادات الحيوية لذلك يمكن أن نستخدم نوعين من المضادات الحيوية المضادات الحيوية مع بعض مع بعض مثلا المترينيدازول استخدم البكتيريا لاهواية مفيد في علاج المضادات الحيوية بإضافة إلى دواء آخر مثل الأموكسسل إلى جانبه وأدوية أخرى ممكن تهدي من تهيب المعدة بفئة البكتيريا أو حتى المبادل الحاوية التي قد تؤثر على المعدة كما يمكن استخدام تيترا سيكلين إلى جانب المترانيتازون بدلاً عن المكساسلين وفترة التداوي الأفضل أن تستمر لمدة 14 يوما أربعة عشر يوما هناك بعض الأطعمة أو الأشربة يجب أن يتقنبها المريض أثناء تناول دواء الأتشبيلوري خوفاً من تهييق المعدة ومثل التدخير وتناول الكفار المحرم وبعض الأدوية الأخرى لتقنب تهييق المعدة حتى الأدوية التي تحتوي على الكافير وهذه الصورة توضح البكتيريا تحت المجهر الألكتروني هذا الطرف هذا الطرف هذا الطرف يحتوي على العديد من الأقطاب والأسواق الأسواق من صح التعبير وأنا أعطيها سرعة ثائقة فيه التعبير أو المرور أو الحركة سوى المنطق ومعا نladım أنه طرف الضمزة جينيز باكترويد جينيز باكترويد جينيز باكترويد The medical importance of the باكترويد سمشه are باكترويد فرغليد غربسث سمشه and بكترويز ملينينا جيناس جروب أتلاف 4 شبيشة 2 شبيشة ماجور شبيشة one of them have 6 شبيشة and the other 4 شبيشة 5 شبيشة Third number of them have it large numbers of them in the human body الجهاز الهضمي عند الإنسان أما باكترات ملينة نوجينوس جهاز الهضمي من قبل العالمي كربيل الفلوري موت جي اي تي و فاجينا الثالية تعيشت ثلاثة أماكن قسم الإنسان أما في الأمعاء أو الفم أو حتى في مهبل النساء باكترات ملينة الإمراضية الأمراض التي تسببها البكترويس هم البكترويس هم البكترويس معاوية دائما هي مراضقة أو مصاحبة البكتيريا المكورات اللاهوائية البكتيريا المكورة اللاهوائية البكتيريا المكورة البكتيريا المكورة تصلي الجهاز البولي التناسلي وتؤثر في النساء بعد المخار بحما النفاس تسبب حما النفاس بعد الولادة عند من؟ عند النساء المرور الثاني أبندي أبندي سيس تس عن أبنونال انفكشن أو أبنونال انجري قد تسبب للتهاب الزايدة الدودية وعدوى البطر وكذلك في حالة مبوض الضوح مثل العيال النارية أو الطعام السكاكين إذا وصلت إلى الأمعاء فيمكن أن تتسرب من الأمعاء حتى منها موجودة في النور من فرورها إلى القروح الموجودة في البطن بعد قروح الأمعاء فتسبب عدوى المرور الثاني المرور الثاني يمكن تسبب من الأمعاء وهو باكترينيا باكترينيا تباكتر الدم تباكتر الدم إذا وصلت من محتوى الأمعاء إلى كيار الدم المرور الثاني المرب الرابع تباكترينيا التباكترينة بالذة وربط والعاء تعبدا بالاصمة أقامه الخامس البيت صور قرحة الدراش وأكثر من يصاب بهذا المرض المشلول الذي ينام كثير على ظهره على السرير ولا يتحرك مرضاء السكر مرضاء الحروب هم أكثر عرضالي العقوب المرض السادس بكترويدس ملي نانو جيناس المرض السادس بكترويدس ملي نانو جيناس سوف تعتبر السادس بكترويدس ملي نانو جيناس المرض السادس بكترويدس ملي نانو جيناس البكتيريا. الاسمي سيمين. ماينا لي بص. فلما نسجد الاتهابة وخراج وانكليميشن وتيشو دامج. العين بتكون اما البراز فليست عينا. موجودة بالبراز كنوربالغلورة ولا يمكن اتهمها بمرض. اما اذا خرجت من موطنها الحقيقي الاصلي الى اماكة الاخرى في الانسجة كما وقهناها من قبل. فيمكن ان تسبب انفلميشن والعين بتكون بص. ميكروسكوبيا تحت المقاري ممكن مشاهدة البكتيريا. واحد جرام نيجاتف رود. نان موطايل. نان شبورين. اخيرا بليومورفك رود. بليومورفك رود. بتعديد الاشكال والاحقام. اما تزريعها بعد التعرف عليها تحت المقهر البكتيريا ايجبارية الاهوائية. اوبلوجات عن اروبس. كاناميسين نيوميسين بلاد عقار is recommended for their عزلها من اماكن الشائعة. قمودها باستخدام بلاد عقار مضاف اليه بعض المضادات الحيوية. كي تثبت اغلب البكتيريا مرافقة لها. وهذه المضادات الحيوية مثل كاناميسين والنيوم ميسين. بكتيريا. تنتج مستعمرات رمادية غير محللة للدم. مطرهاية تراوح بين واحد إلى ثلاثة مليمتر بلستيني كولونيز بلاد عجار في 48 سنة في الانيروبيت زقاقية اللون إذا هم بنت 37 لمدة 48 ساعة أي يومين متتاليين يومين متتاليين أما باكترويتس الثانية باكترويتس ميلاني نيجينوس بروديوس براون تو بلاك هيموليتك كولونيز سوداء بنية مستعمرات محللة للدام من ثلاث إلى سبع أيام تحضينها لهوائي تحضينها لهوائي وتترك نموها أطوال من فرابيليز 37 درجة درجة Antibiotic sensitivity حزازية البكتيريالي المبادة الحيوية هل كل هذه البكتيريالي يمتلك من أنها سنستفى المترانيدازول السنستفى المترانيدازول المترانيدازول المترجم الى البكتيريا اللاهوائية المترجم الى البكتيريا اللاهوائية المقاومة للبينيسيلين ومشتقاته المترجم الى البكتيريا اللاهوائية المقاومة للدواء بالحكم انها طبيعيا مقاومة لها نرى البكتيريتس من الانجية ميكيز تترسيكلين فعالين بأغلب سلالات البكترويد نستطيع أن نقوم بإنشاء الله في لقاء آخر نستطيع أن نقوم بإنسان الله وبركاته ونبدأ الآن المجال للنقاش فيما بيننا